ونبتدئ جلستنا ببحث الافتتاح حيث سيرتقي المنصة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي في بحث الافتتاح المعنون الإمام الهادي عليه السلام والذي تناول فيه ثلاثة محاور من محاور هذا المؤتمر فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد الشيخ إبراهيم النصيراوي ولد في مدينة العمارة وأكمل دراسته الإعدادية فيها ثم التحق في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وتدرج في الدرس والتدريس إلى السطوح العليا ثم تشرف باعتلاء منبر الخطابة وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من الجامعة الإسلامية في لندن له الكثير من المؤلفات نذكر منها حديث كربلاء وأعلام الفقهاء والمحدثين ومسوعة محاضرات منبرية وديوان شعر مخطوط وغير مطبوعة يستهل بحث الافتتاح راجين منه أن يتم مهمته في الوقت المحدد له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصلت الرسالة الإسلامية دورها ومسيرتها انطلاقا من بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام من بعده وأرسوا قواعد الدين الإسلامي بكل مفاهيمه وأحكامه وتشريعاته وترسيخ الجانب الفكري والعقدي والأخلاقي بصورة كاملة والذود عن أن يعتريه انحراف أو شبهة وما شابه الإمام الهادي عليه السلام حياته حرية بالدراسة من جوانب متعددة يطول البحث بسردها التفصيل لذا سأقتصر على محاور ثلاثة تتركز على تحصين الإمام الأمة من الانحراف إضافة إلى دور الإمام في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إضافة أيضا إلى موقع الإمام في الدراسات التاريخية مع دوره الاجتماعي طبعا الانحراف أيها الإخوة هو مصدر انحرفه وانحرفه يعني ماله عن الشيء أو عن الخط أو عن الطريق وأيضا التحريف يأتي في الكلام وتحريف الكلام يعني تغيير لللفظ وصياغة اللفظ أو تحريف لمعناه أو هما معا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال في وصف اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه والانحراف يأتي في موارد عديدة منه العقائد ومنه الفكري ومنه الاجتماعي وعانت الأمة الإسلامية الكثير من خطر الانحراف في مجالات شتى وأبرز هذه المجالات الانحراف العقائدي وهناك أياد على طول التأريخ عملت على تنمية هذا الانحراف والترويج له لأسباب عديدة منها تشويه معالم الدين وتشويه مذهب أهل البيت عليهم السلام واستمرت مشكلة الفتن والانحراف وصارت تستهدف أصحاب القلوب الضعيفة والنفوس المريضة حتى وصل الدور إلى إمامنا الهادي سلام الله عليه فطرحت قضايا عديدة منها قضية خلق القرآن التي تبناها المأمون العباسي وهذه القضية وأمثالها من ورائها أطماع ومن ورائها أسباب سياسية ولذلك الإمام الهادي عليه السلام كان يدعو أصحابه وكان يدعو المؤمنين وأصحاب الفكر إلى تجنب الدخول في هذه القضية فالفتنة تارة يريد المعصوم منا ردها للقضاء عليها هذا إسلوب وأخرى الإمام المعصوم يريد منا عدم الخوض فيها حتى لا تنتشر ومن هذه القضايا التي أراد المعصومون عدم الخوض فيها هي قضية خلق القرآن وللإمام الهادي عليه السلام رسالة أرسلها إلى أحد المؤمنين قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفتن فإن يفعل فأعظم بها نعم وإلا يفعل فهي الهلك نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب ثم طلب منه الإمام عليه السلام ألا يخوضوا في هذه القضية أبدا ومما شاع أيضا من المواضيع المهمة في العقيد قضية الجبر والتفويض وهي مسألة كلامية ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلهي تتناول كيفية صدور الأفعال من العباد فهل أنهم مختارون في أفعالهم أم مجبرون ومضطرون إليها واختلفت آراء المسلمين في هذه القضية وأيضا هناك دوافع عديد من وراء هذه الفتنة وهناك من قال بالجبر المحض كما نسب إلى ابن صفوان وأتباعه وهناك من قال بالتفويض كالمعتذلة وأيضا تصدى الأئمة الأطهار عليهم السلام وإمامنا الهادي حيث وصلت هذه المسألة إلى ذروتها في زمانه فواجهها وأثبت لهم جميعا ما ذكره إمامنا الصادق عليه السلام حيث قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين وصار الإمام الهادي عليه السلام يبين هذه المسألة تفصيلا والوقت لا يسع أن أخوض فيها بصورة كاملة يقول الإمام عليه السلام في رسالته أيضا التي بعثها إلى المؤمنين فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله جل وعلا أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه رب العالمين ولا يظلم ربك أحدا وأيضا استشهد بعدد من الآيات القرآنية الكريمة ثم بيّن الطريقة المثلى وكيف يتعامل الإلسان وأنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمري المحور الثاني في كلام الإمام الهادي عليه السلام وقضية الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه قضية الإمام المهدي في عصر الإمام الهادي وصلت إلى درجة عالية من الشياع والاهتمام بحيث أصبحت قضية أثاثية للمسلمين ولأتباع أهل البيت بصورة خاصة والظروف التي كانت تحيط بالإمام الهادي سلام الله عليه كانت تزداد حراجة كلما اقتربت أيام ولادة الإمام المهدي عليه السلام وأيام غيبته ورغم كل هذا فلم يتخلى الإمام الهادي عن مسؤوليته لبيان كل ما يمكن بيانه في هذه القضية المهم ولذا نجد هذه الأمور التي سأتلوها عليكم أولا من المسائل الهام والمثيرة للتساؤل في قضية الإمام في قضية الإمام مسألة تولي الإمام شؤون الإمام وهو في سن صغير وبدأت هذه الظاهرة مع الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه وتلاه مباشرة ولده الإمام الهادي سلام الله عليه وهو في الثامنة من عمره وعلى قول آخر كان في السادسة من عمره الإمام عليه السلام تشير بعض النصوص إلى كيفية تدخله لاختيار زوجة صالحة لولده الإمام الحسن العسكري وقد يقول قائل بأن هذه المسألة طبيعية ولكن اختيار أم للإمام المهدي من أجل أن تقوم بالدور المطلوب منها وهو دور مهم في إخفاء ولادة ابنها وفي هذا المطلب وردت رواية طويلة نصت أن الإمام الهادي عليه السلام أرسل أحد أصحابه إلى منطقة معينة ليختار المرأة المعينة لتكون أم للإمام المهدي ثالثا الإعداد النفسي وتحقيق الاستعداد الواقعي لقضية الغيبة وعمل الإمام الهادي عليه السلام على إخراج هذا الاستعداد إلى عالم الفعلية من خلال عدة خطط منها تعويد الشيعة على الاحتجاب عنهم والارتباط بهم من خلال الوكلاء وغرس هذه الفكرة جيدا وكانت موجودة ولكن في زمن الإمام الهادي عليه السلام بلغت الذروة حتى لا يفاجأ الناس بما سيحصل من ظاهرة جديدة في أيام الإمام المهدي لم يألفوها وأيضا الأحاديث التي وردت عن الإمام المهدي عن الإمام الهادي في الإمام المهدي هي أحاديث كثيرة متعددة متنوعة مثلا يشير بعضها إلى مرتبة الإمام المهدي في تسلسل حياة وأدوار الأئمة فيقول الإمام بعد الحسن وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وهناك أيضا أمور أخرى أكد عليها الإمام الهادي والوقت أيضا لا يساع لطرحها وبيانها أنتقل إلى المحور الثالث سريعا الإمام الهادي في الدراسات التاريخية والاجتماعية نقرأ حياة الإمام من خلال مصادر تاريخية عديدة ولشخصيات معروفة كما في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد حينما يتحدث عن أدوار حياة الإمام بصورة مفصلة من ولادته إلى شهادته وهكذا الحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى سنة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين في كتابه الهداية الكبرى وكذلك تحدث عنه علي بن أبي الفتح الإربلي متوفى سنة ستمية واثنين وتسعين في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة وكذلك قال عنه اليافعي عاش الإمام الهادي أربعين سنة وكان متعبدا فقيها إماما إلى آخر أقوال هؤلاء الأعلام وهي أيضا كثيرة ومتعددة أما الإمام الهادي ودور في التأريخ أو في الحياة الاجتماعية عفوا طبعا الدين إخواني يزرع الوعي في عقلية المجتمع ويربطه ربطا محكما برموزه ولذلك نجد بأن الدين ينظم الحياة الاجتماعية والإمام الهادي دور كبير في تنظيم هذه الحياة الاجتماعية لترتيب أمور الناس وربط الناس بالله تعالى وبالقرآن وبالنبي المصطفى وبأئمة أهل البيت عليهم السلام في الوقت وفي ختام بحثي وقبل أن أصعد إلى المنص يعني قبل دقائق كتبت هذه الأبيات الأربعة ابتهاج بإسبوع الإمامة الذي رأيت فيه الأمل الكبير حقا فقلت إن إسبوع الإمامة خط بالأفق علامة نور الدرب طريقا فهو للخلق كرامة من أب الفضل تلال منح الروح السلامة أيها الصافي دمتم نلت في المجد وسامة فعلي سوف يبقى نهجه حتى القيامة فعلي سوف يبقى نهجه حتى القيامة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جد لسماحة الشيخ النصيراوي على ما أفاضت به قريحته من علم وشعر ونفتح باب النقاش أمام الحضور الكرام لمن يريد أن يسأل أو يتداخل وستكون الطريق المتبعة بأن نسجل الأسئلة أو المداخلات ومن ثم يجيب عليها الباحث جملة واحدة تفضلوا إذا أحد يحب أن يتداخل يسأل نعم سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا سماحة الشيخ ولكل القيمين على هذا المؤتمر المبارك عبارة جميلة استوقفتني من الإمام الهادي سلام الله عليه بدعة اشترك فيها السائل والمجيب كنت أتمنى أن يتوقف وأكيد إن شاء الله في البحث ومتوقف أن يتوقف الباحث كثيرا عند هذه العبارة اسلوب جديد من أساليب مواجهة الإنحراف سواء كان فكري أو سلوكي وهو اسلوب الالتزام التعبدي بدعة اشترك فيها السائل والمجيب نحن بأمس الحاجة إلى التركيز على هذا الاسلوب التعبدي والالتزام التعبدي بالأمس سلام الله عليهم بمراجعنا الكرام في مواجهة الانحرافات السلوكية والفكرية يتصور البعض أن الدخول في المواجهات الفكرية والمواجهات العلمية هي الحل والوسيلة الأنجع لمواجهة هذا الانحراف ليس دائما هكذا هذه شارة واضحة وجميلة وأتمنى من الباحث أن يتوقف عندها كثيرا بعبارة من الإمام الهادي قال فيها بدع هلك فيها السائل والمجيب أضعها تحت عنوان الاسلوب التعبدي في مواجهة الانحرافات الفكرية والسلوكية شكرا جزيلا مداخلة أخرى إذا كان هناك مداخلة أو سؤال نعم تفضل شيخنا بالإجابة أنا ذكرت بكلامي بأن الفتن علمنا الأئمة عليهم السلام هناك إسلوبان الإسلوب الأول مواجهة الإنحراف ورد الإنحراف بكل ما يتمكن الإنسان وهناك فتنة وانحراف لا نستطيع رده لا نستطيع إقناع الطرف المقابل لماذا؟ لأن القضية غامضة مثلا ولذا أمرونا بعدم الخوض فيها مثل قضية خلق القرآن وأنا ذكرت بأن الإمام عليه السلام بعث رسالة إلى أحد أصحابه يأمره أن يوصي الشيعة بعدم الخوض في هذه المسألة لأن كما تفضلتم السائل والمجيب في هذه القضية في هذه المسألة سيقع في إحراج بينت هذه المسألة وفصلت الكلام فيها لكن الوقت لا يسع لبيانها بصورة كاملة شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم